إلى تطورات لبنانية حيث قال رئيس الوزراء اللبناني ناجيب ميقاتي إن بعض القضاء يدفعون باتجاه افتعال توترات في البلاد واصفاً الأمر بالخطير وأوضح بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة اتفاق ميقاتي مع وزير العدل طلب من مدعي عام التمييز اتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الملف دون أن تحدد قضية معينة وأشار البيان إلى أن تحقيقات قضائية في القطاع المصرفي تشمل محاولات لاستعادة المودعين حقوقهم أكد وزير العدل اللبناني الأسبق لو أشرف ريفي خوضى لانتخابات النيابية المقبلة لا حباً بالموقع بل لرفع اليد الإيرانية عن لبنان الذي بات على أبواب مرحلة شبيهة بما حصل في العراق على حد تعبيره ريفي وفي تغريدة له كشف عن امتلاكه معلومات تؤكد فرار قياديين بارزين من ميليشيا حزب الله إلى إسرائيل ووصف ريفي الميليشيا تابعة لإيران بالوهم معتبراً أنها أعطيت أكبر من حجمها معنا من مدينة طرابلس شمال لبنان وزير العدل اللبناني الأسبق لواء أشرف ريفي مساء الخير سيادة لواء أهلاً بك معنا في الأخبار الليلة وعلى شاشة الحدث يعني بحضرتك لفتت بتغريدتك إلى فرار قياديين من حزب الله إلى إسرائيل هل من تفاصيل حول هذا المعطى اللافت جداً؟ مساء الخير مساء نور لا شك وقت اللي كنا بالأمن من حوالي أكثر من عشر سنوات تماماً لحنا بلاشنا نفكك شبكات تجسس الإسرائيلية يومتاً كان عندنا حول ثلاث قادئ من حزب الله يعني متهمين بقصد تجسس الصالح لعدو الإسرائيلي أعطينا المعلومات وفككنا هذه المنظومة هاي وكنا بدأنا يومتاً نشعر ببداية اختراقات ببداية تآكل ببداية اهتراق بهذا الجسم وصموا بعضين تفاقمت أكتر وأكتر كل اللبناني بيعرفوا سمعنا الأجهزة الأمنية اللبنانية سواء مخابرة الجيش أو كل أمن داخل المعلومات أو غيره أنه فكك شبكات ببيئة حزب الله إلى أن توفرت لدانا معلومات موصوقة أن هناك قيادة بارث في حزب الله قد فر برا إلى فلسطين المحتلة عند العدو الإسرائيلي تاركاً سيارته على الشريط الحدودي وهرب إذن هذه بيئة مؤشراتها صارت فعلاً أن هناك تفاقم بالتآكل مسؤول واحد سيارة اللواء من فعلاً يكون في موقع مسؤول نعم مسؤول واحد من حزب الله أو أكتر فروا نعم مسؤول واحد حالياً بهالمرحلة هاي مسؤول واحد سابقاً كان في حداً تاني بس بهالمرحلة عم بحكي عن مسؤول أساسي ومسؤول بموقع قيادي بارث عملاني بالمقابل هناك حق تفكي لحوالي أكتر من 15 أو 16 عنصر يتعاملون مع العدو الإسرائيلي وكله ببيئة حزب الله إذن سواء خارج الجسم أو داخل الجسم إنما هذا الفرار كان ملفت بموقع قيادي هذا دليل على أنه هناك فعلاً غيره وغيره وغيره كذلك الأمر حياة وانا قلت يعني بين 2010-2011 نحن نفكر كنا ثلاث عناصر أساسيين بحزب الله بالمواقع الوسطى كانوا عملاء بقل الجسم حزب الله لإسرائيل هل تعتبر أن هذا الموضوع يتم بعلم حزب الله؟ هل يتم بالتنسيق؟ كيف يمكن فهم فرار هؤلاء المسؤولين؟ وما تأثير ذلك بحسب لأنه لديكم معطيات ومعلومات أكيدة على الحزب نفسه؟ أعملي الحد النوع من المقارمة بين الجسم الإيراني وهو مخترك اختراقات كبرى وخاصة في مجال الأسلحة النووية أو التخصيب النووي نعم ونكمل المساعد الإسرائيلي وكل من نعرف تماماً كذا تفجير صار بأول مواقع لإيران النووي بالمقابل نفس الشي هذه اختراقات أكيد دون علم حزب الله قيادة حزب الله نبن نهي لتوصل إذا بدك العمالة أو الاختراق الأمني الإسرائيلي لجسم حزب الله الموقع قيادي بالمستوى اللي عم بشير وأنا برأي هذه مؤشرات خطيرة جداً جداً ومؤشر لتآكل هذا الجسم وكل من نعرف تماماً كل منظومة شبيهة بحزب الله كل منظومة شبيهة بحزب الله تبدأ مقاوم ثم تنتهي مقاوم مقاول أو عميل أو يسعى أو سمسار أو يسعى للمصار الخاصة عندما يبدأ في هذه المرحلة الثانية بنقولك العود بسلامتك انتهى هذا الجسم بس يتلل بالمعلومة عن هذا القيادي بحزب الله متى حصلت عملية الفرار يعني هل هي جديدة أم الآن تكشف لا عمقول جديدة أنا برأي حقل الشهرين الماضيين حصلت العملية مش من فترة زمنية طويلة طيب إذا ما انتقلنا إلى نقطة ثانية لأنه في تطورات لافتة تأتي من لبنان بعد قرار القضية غدعون باعتقالات وبإجراءات أخرى هذا الموضوع يبدو أنه مستفز لرئيس الحكومة الذي يصرح بطريقة إلى حد ما تصف أنه يحمي من يصدر بحقهم قرارات حضرتك وزير عد الأسبق كيف يمكن تعاطي مع هذا الموقف ومن المخطئ هنا اليوم مش أول برة بيكون في موضع يطالب بمصرياته الحقيقة بالفعل اليوم في كثير موضعين يعني أقاموا دعوة قضائية كان في جو قضائي بعدم استماح بإجراءات يعني تدع إلى تدمير القطاع المصرفي فجأة لكل من نعرف تماما أن القاضية غدعون محمية من رئيسة الجمهورية وكل خطواتها متمردة على رئيسها متمردة على قيادة أو على رئيسة المجلس القضاء الأعلى وهي محمية التوقيت كل اللبنانيين يقفون عند التوقيت للأمانة هناك مسار بدأ من ترابلس وحاولوا حزب الله وأبواكه إذا عشنوا المدينة لإستعمال ساحة للتفجير لتأجيل الانتخابات أو لغاية أخرى وهون خلي واجه شكر لقيات الجيش لحمة المدينة متمحمه أولاده وجه عمل نهاية لهالمحاولة بالمقابل شفنا بعدين الحقيقة للأمانة يعني توطرات أمنية إنما لم تكن كافية لتأجيل الانتخابات إذا تحريك المرحل المصرفي بهالمرحلة هاي والإجراءات سواء كانت قانونية أو مش قانونية أنا برأي قدت إذا بدك حاليا لإكفال أول مصرف ثم بعدين المصرف الثاني والمصرف الثالث مبدئيا واليوم نقبت الموظفين نقبت المصارف نعلنت إضراب تحزيري لعدة أيام ثم بعدين التمهيل لإضراب عام بمعنى آخر يعني سيشل على الأقل موظفين دولة كاملة سواء كانوا عسكريين أو بدليين كانوا متقاعدين أو كانوا بالخدمة الفعلية يعني الشهر القادم ما في رواتب وسموا بعضين ينفجر الواقع الاجتماعي في لبنان وقد يكون هاي سبب لتأجيل الانتخابات لأن حضر الله ما قالوا مصطحة بالانتخابات يخشى النموذج العراقي وحليفه أو غطاءه المسيحي تيروط الحر بحالة شبه انهيار كمان يخشى الانتخابات يعني ما زال مطروح موضوع تأجيل الانتخابات سيادة الواقع ما زال لبنانيون يتساءلون لماذا هذا التوقيت بضرب قطاع سيشل إذا بدأت كل الإدارة العامة سواء كان مراقبا على الانتخابات أو بوظف عادي أو قاضي يعني كل اللي أو عسكري بده يحمي مكان الانتخابات هذا بأي طريقة إذا أبد راتبه كامل صح بس بأي طريقة يمكن أن يبلور موضوع التأجيل يعني البعض يحذر من ضربة أمنية بس إذا سمحت لي سات لواء البعض يحذر من ضربة أمنية تؤدي إلى تأجيل والبعض يقول أنه قد يصدر قرار سياسي بإجماع من الأطراف الحاكمة حاليا بأي يكون هناك تأجيل أي من السيناريو هين مرجح بس بدون تبرير أول شيء بدون تبرير بدون أجله بدون ما يكون في ملامة دولية وعربية وداخلية على مين يأخذ قرار التأجيل إذا كان يعني احتمال الضربة الأمنية أو احتمال التوترات الأمنية واردة إنما قد يكون بالنهية مثلت أنا نحن نشك أن المحاولة يحاولون يدعشون وتراغبون ستستخدم صندوق بريد لتأجيل الانتخابات فشلت معهم وهون برجع بأكد تماما على شكر خاص لقائد الشيء شخصيا لحمل مدينة وقال هذه المدينة المنطقة متطرفة وحاش تلعبوها الألعاب هاي الحياة بالمقابل راحوا على بعد اقتصادي اليوم قد تشل إذا بدك يوصل الموظف معاشه لا يكفي حتى الانتقال المزوط والمحروقات للانتقال لو وظيفته اليوم حتى هذا المعاش المحدود اللي راح تقيمته تماما ما بيقبضوا شهر أو شهرين يعني بعد شهرين لا يستطيع أن يروح يذهب إلى مكان الاقتراع أو المدرسة اللي هو موكل فيه أو مكان التصويت يعني مبدئيا يعني لا العسكري قادر ولا الموظف المدني قادر ولا القاضي قادر ليش حزب الله ما قاله مصلحة بهذه الحالة بالانتخابات سيادة اللواء البعض يقول أنه هو مأمن مقاعده لأنه ما حدا مأمن نهائيا كان يعتقد عملاء إيران بالعراق كانوا يعتقدون أنهم عندهم قتلة 48 ويتحكموا باللعبة السياسية إذن العراقيين العراقيين الوطنيين انتفضوا على المشروع الإيراني وألبوا قواعد اللعبة هاي نموذج إذا بدك حكما سيكون عنده تداعيات على الساحة الشيعية اللبنانية عند بيئة حزب الله وكل من عالتمين بصلاعات الرأي هناك تراجع كبير باحتضان أخواننا الشيعة اللبنانيين للمشروع الإيراني لأنه شافوا أهلك البلد ودمر البلد نهيا لأنك قد ما تدعى بإذا بدك هل قد اطمئنان وعدم انزعاج ومن التطورات لا بالواقع هو نعم يشعر أن هناك ما يشبه المسار العراقي في الانتخابات اللبنانية كذلك الأمر حليفه سيخسر جزء من قواعده أنا توقعت اليوم بمقالي مع جارة النهار على الأقل هناك ثلاثة اختراقات شيعية ضمن النواب السبع وعشرين الشيع بالمقابل هناك غطاءه المسيحي بالتيار وطن الحر عنده حالة شبه انهيار قد ما مدوا بأصوات شيعية سيفقد غطاء المسيحي حالة مذهبية حالة إيرانية وبالمقابل سيفقد أكيد بعضا من نواب شكرا جزيلا لك ضيفنا من مدينة طرابلس شمال لبنان وزير العدل اللبناني الأسبق اللواء الشرف ريفه شكرا جزيلا لك